قتل شاب سوري الليلة الماضية على يد مجموعة من الأشخاص بعد خروجه من ملعب كرة قدم في ولاية هاتاي جنوبية تركيا قدم وزير الداخلية التركي سليمان صويل وتعازي لأهالي الشاب فارس العلي كما نقل لهم تعازي الرئيس رجب طيب بردوغان هذا وادنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها جريمة القتل التي حصلت بحق الشاب السوري ووصفتها بالجريمة الشنيعة كاميرا تلفزيون سوريا التقت بصديق الشاب السوري المقتول فارس العلي وهو الشهد على عملية طعن الشاب كما التقت بأستاذه ليروي لنا بعضا من قصتها مساء الأمس تعرض الشاب السوري فارس العلي لحادث الطعن في منطقة نار اللجا في ولاية هاتاي جنوبية تركيا اليوم نزور منزل العائلة لنتعرف أكثر على تفاصيل هذه الحادثة والدوافع التي أدت إلى مقتل هذا الشاب كنا ماشيين بأمان الله رايحين على صاحبنا بيشوفونا في الطريق بيروحوا هنو بيكفوا طريقهم بعدين مدرشوا بيدرسوا الوضع يمكن إذا نرجع نقتلوا نعمل مشكلة ما نعمل مشكلة ما الحكي هذا المهم بيلفوا بيرجعوا لعننا بوقفونا إنه يعني من طريقة حكي ينبين إنه جايين بمشكلة هنو بدي يعملوا مشكلة فأنا حاولت إنه ما تصير مشكلة بيناتهم مشان إنه ما يتوصل مواصيل لهالدرجة هاي وقفت في النص بيناتهم هنو رايحين عساس يحللوا المشكلة بسنبين من طريقة كلامهم الأتراك إنه رايح حعملوا مشكلة يعني بدون يعملوا مشكلة فنحنا جايين للمنطقة المحددينة مشان يحلوا عساس المشكلة فيها إي أنا وقف بالنص ففجأة يندرع لي واحي بضربني على راسي يبطلي على الوراية ولو السكين عبي طالعة من خاصرته المرحوم فارس أدرحمه صراحة معرف ش بدي سوي إفا سكرت له الجرح بإيدي وبعدين جبت له بشكير سكرت له الجرح بالبشكير إي ضل الدم ينزيف 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 حتى نشف دمه قبل ما تيجي الإسعاف يعد ما نام على الأرض يعني روحه صارت شبه طالعة روحه يعني مبين من منامح وجهه ودم ما ضل في يعني نقطة دم يعني ينزل منه إفا أجت الإسعاف وأخذته قال هونيكي وبعدين وقف نبض قلبه بعد ما عملوا له صدمات كهربائية اشتغل ومنوا نعبخي طوله الجرح والجاي وقف وتوفي رحمه الله كان منذ عشر أيام في حال عند وصول القبول في الجامعة وكان يعاني من مشكلة القصط الجامعي أربعين ألف كيف بده يدفع بعد جهد جهيد يعني دفع قصم منه والآن بدأ في العمل حوالي أسبوعين أو ثلاث أسابيع في فبريكة يعني مواد منزلية أظن فليفل أو يعني مونة الظاهر أنه خلال العمل مع بين الأطفال هناك أحيان تحرشات أحيان كلام بسيط لا يذكر يعني الظاهر في الخطأ تم يعني نوع من الماس ما بين مثل برميل مع رئيسة الورشة يعني وتجاوزت عنه حتى هي يعني وتجاوز عنه الجميع وبدأ بالعمل يعني ثاني يوم وثالث يوم وخلال أسبوع كامل ما في أي مشكلة يعني هنا أصلا ما في أي سابق يعني عداوة أو أي شيء يعني أطفال لكن لأمر ما الله أعلم ما هو يعني الله أعلم تم تحريض بشكل معين ويعني أربعة أشخاص إلى خمس أشخاص هاجموا أثناء مروره في منطقة البازار وتم الطعن نقل المستشفى خلال ساعتين أو ثلاث ساعات توفى هنا رحم الله الأم الآن في حالة صحية صعبة جداً تصل معنا وزير الداخلية أستان سليمان الوالي أرسلوا مدير عام الأيهاها مشكوراً ووعد باتصال هاتفي أنا كلمت أنه إحنا نفق بالحكومة التركية أنا سوف تأخذ الحق والموضوع زاد يعني بشكل عن الحد النورمال يعني قال إحنا لن تمر هذه الجريمة مرور كرام لمعرفة آخر التطورات ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا من أنطاكيا عبادة منصور مرحباً بك عبادة أين وصلت تحقيقات الشرطة؟ نعم وسيم يعني قبل قليل وبحسب أفراد أقرباء الشاب السوري فارس العلي فإنهم استلموا يعني التقرير الطبي الصادر عن الطبيب الشرعي هنا في مشفى الجامعة في مدينة أنطاكيا طبعاً الطبيب الشرعي قال بهذا التقرير وبحسب أقرباء الشاب السوري بأنه تعرض لطعنة في منطقة البطن هذه على أثرها توفى الشاب بشكل مباشر طبعاً يعني أقرباء الشاب السوري وبعض من أصدقائه الذين كانوا معه أثناء حدثت طبعاً قالوا بأنه يعني شبان أتراك قاموا بضرب الشاب بشكل مباشر يعني بشكل يعني حقيقة هدفهم فيه هو القتل يعني على بشكل مباشر وسيم الضربات التي تعرض لها الشاب كانت ضربات بلغت التأثير على هذا الشاب الذي نزفه بشكل مباشر يعني منذ وقوعها الأرض وهذا الذي أدى إلى وفاته بعد فترة قصيرة من الحديثة طبعاً يعني وسيم خلال الساعات الماضية كان هناك تقارير للشرطة التركية قالت بأنها اعتقلت أربع أشخاص من المتهمين بحدثت طبعاً هناك شخصين كانوا هم من قاموا بهذا الجرم بشكل مباشر وهناك أيضاً أربع أشخاص كانوا هم معهم الأشخاص الذين كانوا في هذه الحادثة من هؤلاء الأشخاص عبادة يعني هل لديك معلومات عن هؤلاء الأشخاص الأربع الذين تم اعتقالهم من قبل الشرطة التركية وما هي خلفياتهم نعم وسيم يعني قبل أسبوعين الشاب السوري فارس بدأ العمل في معمل لصناعة الغذائيات هذا المعمل هو بالقرب من المنطقة التي يقيم بها منطقة نارليجا والمنطقة هي ريف تابع لمدينة أنطاكيا طبعاً هؤلاء الأشخاص هم شبان يعملون في هذا المعمل خلال عمل الشاب كان هناك حدثت صدم عن طريق الخطأ لسيدة تركيا تعمل في هذا المعمل طبعاً الشبان في اليوم التالي مساء قاموا بملحث هذا الشاب وقفه واعتراض طريقه هو ومجموعة من أصدقائي أثناء خروجهم من مباراة لكرد القدم طبعاً الشبان سألوا هذا الشاب عن اسمه بشكل مباشر وعاركوا أنه هو الشاب الذي عمل معهم هم اختاروا حضيفة نقطة لا توجد فيها كاميرات مراقبة وأيضاً هي نقطة تعتبر نقطة مخفية لا توجد فيها إضاءة بشكل كامل الشبان كما ذكرت والسيم هم يعرفون فارس من عمله معهم في هذا المعمل هو الشاب بدأ بهذا العمل قبل فترة أسبوعين لتأمين قصد قبوله الجامعي هو شاب عمره 17 عام قبل فترة قصيرة حصل على مقعد الطب في جامعة بورصة لكن المبلغ حوالي 40 ألف تركيا وهو من أسرة حقيقة لا يوجد لديهم هذه التكاليف فالشاب بدأ بعمل لتأمين قصد من هذه الاحتياجات كما ذكرت والسيم الأشخاص الستة الذين تعرضوا لطريق هذا الشاب وقاموا لتكدى عليه هم أشخاص يعملون في نفس المعمل وحتى أن أثنين من هؤلاء الشبان هم أولاد هذه السيدة التركية التي كانت قالت قبل يوم أنها سامحت هذا الشاب وهي لن لا تريد شيء من هؤلاء الشبان عبادة يعني إن كنت تسمعني الآن أتمنى أن يتحسن وصول صوتك إلينا إن كنت تسمعني أو ربما نعيد الاتصال معك أريد أن أوجه هذا السؤال لك بالنسبة لهذا الشخص يعني هناك خلافات تحصل بين مختلف الأطراف وفي العائلة الواحدة تحصل عدة خلافات هنا الخلاف حصل بين هذا الشاب والسيدة التي كنت تتحدث عنها وهو يعني عارض غير مقصود حصل بينه وبين السيدة والسيدة قامت بمسامحة هذا الشاب لكن المستغرب والمستهجن هنا أن هؤلاء الأشخاص يقومون بقتل هذا الشاب نتيجة فقط أنه اختلف مع سيدة بشكل غير مقصود نعم موسيم خقيقة يعني الحديث العام الذي جرى اليوم أن التصريحات العنصرية التي كانت بحق السوريين خلال الفترة الأخيرة هي السبب الأول لتحريضها أولاء الشبان على قتل الشبان السوريين بهذا الشكل أن يوم موسيم يعني عدة حوادث حقيقة حدثت في تركيا هي سببها التحريض العنصري الكبير في ولاية هاتاي خلال الأعوام الماضية لم نكن نشاهد هذه الأحداث العنصرية أو حتى أي أحداث العنصرية اليوم حقيقة وبعد هذا الحادث الوضع اختلف اليوم السوريين الذين زاروا عائلة الشاب فارس قالوا بأن التصريحات العنصرية التي كانت تخرج عن مسؤولين موجودين في ولاية هاتاي أو غير ولايات تركية هذه الأحداث وهذه التصريحات شحنت هؤلاء الشبان الأتراك بشكل كبير اليوم عند اعتداء الشاب التركي بهذه الطريقة الوحشية على هذا الشاب السوري هو دليل على أن هذا الشاب كأنه عدو يعني اليوم أصبح هناك خوف كبير من هؤلاء من الشبان السوريين أيضا عبادة أريد أن أسأل عن نقطة مهمة تم ذكرها بأن هذا الشاب رحمه الله تلقى تعليمه في مدرسة للأيتام في تركيا أنطاكيا تحديدا هذه المدرسة للأيتام ومن ثم هذا الشاب تفوق وحصل على دخول إلى كلية الطب كما جاء في التقرير وذكر أستاذه في المدرسة سابقا يعني هو ليس من الشباب أصحاب المشاكل إنما هو شاب مجتهد بدراسته متفوق ومن ثم يلقى عدة طعنات نتيجة خلافه بشكل غير مقصود الناس الأتراك الذين زاروا أو قدموا العزاء لأهله ماذا قالوا عن أخلاق هذا الشاب طبيعة عمل هذا الشاب وتفوقه ودخوله لكلية الطب نعم وسيم يعني الأجيران والأصدقاء المقربين من هذه الأسرة التي لاجئت إلى تركيا والتي تزكن في نفس المنطقة منذ حوالي تسع سنوات قالوا بأن هذه الأسرة ذو سمعة طيبة لم يكن هناك أي مشاكل تصدر عن هذه الأسرة أتاسا وسيم يعني الشاب فارس هو أكبر الشبان الموجودين في هذه الأسرة وهو عمره سبعة عشر عام يعني عند الرجوع إلى تركيا حوالي تسع سنوات كان هو طفل والد هذا الشاب في سوريا والأسرة لاجئت بعد يعني قبل سع سنوات إلى هنا الشاب درس في مدرسة خاصة أقامتها لها بتعاون مع منظمة راف في مدينة ريحانية هذه المدرسة تضم حوالي مئتين وخمسين طفل سوري هم من أبناء شهداء قامت المنظمة بكفالة هؤلاء الأطلاب وإقامتهم بشكل كامل في هذه المدينة التي بنتها بالقرب من الحدود السورية طبعا الشاب كان يزور عائلته بشكل أسبوعي فقط كما ذكرت وسيم الشاب قبل فترة صغيرة تفوق في مدرسته وكان من أوائل أطلاب في أولاية هتاي وحصل على مقعب طب في مدينة بورصة حتى المدرسين الأتراك والأشخاص المسؤولين عنه كانوا يذكرون بحسن وطيبة هذا الشاب السوري هذه المشكلة اليوم جميع من وصل من الأتراك والسورين قالوا بأن هذا السبب الذي أدى مقتله هو سبب بسيط ولا يدعو إلى هذه العنصرية أو هذه البشاعة في التعامل والإجرام كما ذكرت وسيم اليوم جميع الناس الذين زاروا تلك الأسرة وقاموا بتحديم واجب العزاء طلبوا من السورين حقيقة اليوم ضبط النفس وأن لا يكون هناك أحداث على أثر هذه المشكلة وقالوا بأن هناك بعض الرسائل ستصل إلى والي هتاي وأيضا المسؤولين هنا لتوجيه الإعلام إلى تخفيف هذه الرسائل العنصرية التي كانت يكون بها عدد من المسؤولين هنا في هذه الولاية أو الولايات الأخرى وسيم خلال الساعات الأولى من مقتل الشاب وزير الداخلية التركي اتصل الاتصال مباشر ونقل رسالة موجهة من رئيس التركي رجل طيب أردوغان إلى هذه العائلة تقدم لهم بواجب العزاء وأيضا كان هناك مفود الأمين عام لمنظمة اليها وعدد من المنظمات التركية وأيضا كان هناك حقيقة في هذه الحديثة الأخيرة هناك تصديد ضوء كبير من وسائل الإعلامة التركية اليوم شاهدنا عدد كبير من وسائل الإعلامة التركية التي وصلت إلى بيت العائلة وأخذت مقابلات حصرية مع أفراد الأسرة لنشر هذه الحديثة وجريمة البشعة نعم رحم الله شاب فارس العلي ونتمنى لأهله الصبر والسلوان شكرا جزيلا لك عبادة منصور مرسلنا من أنطاكيا إلى هنا تنتهي حلقة لم الشم لكل التخدير على حسنا المتابعة دمتم بألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر